انا والله بجد يعني انا ما عرفش زيزو حقيقة عقده انتي امتى من كتر ما هو كل سنة او كل تلات شهور بجد انا ما بيتش عارف زيزو عقده انتي امتى طبعا كلام الكابتن ايمن قاله كلام محترم جدا ما يبقى اتكلم بالاشارة الوقت غير عيشة بالمية طبعا الزمالك طبعا اول اسبعين مش بشكل كويس وعمل حاجة كبيرة جدا غير لجنة الحكام في ماتشين يعفل ايضا الزمالك في ماتشين غير لجنة الحكام ليه بقي كده ما فيش حاج ده اندرسر حفي that ايوا ليه بقي كده ايوا رجل قالك ليه بقي كده عشان بعض الاخطاء اللي حصل justement يعني هل الزمالك هو اللي غير لجنة الحكام ماتشات الزمالك الزمالك او Ginger في فرق بين ماتشات الزمالك والزمالك ماتشين اللي عابم الزمالك Waterented اهو انا واضح اهو لا اماتشين اللي عابم الزمالك الزمالك ليه أخطاء وعليه أخطاء انت حاكم ضده وتحاكم له فبالتالي حصل مشكلة فبالتالي حلت لجنة الحكام فيها متاكل دي ما احنا قلنا هو يا جماعة ترجم لكابت الموين لا انا اقول له انا هرد لو الزمالك عشانه تغير لجنة الحكام لو الزمالك يبقى احنا نلغي لجنة الحكام خالص من البلد عشان يحصل مع الاهلي في كل السنين اللي فات ما يا كابتن القصة دي شائكة لكن على ارض الواقع طب الاهلي في افريقيا بيكسب الاهلي في كاس العالم بيكسب بقاني يا حكام يا كابتن ده الاهلي الوحيد اللي بيقول لك لما بتيجي تطلب حاجة يقول لك عايز حكم اجنبي هو الحكام الاجانب يا كابتن بيحكمه النادي الاهلي ده كل الاخطاء بتحصل لحكام مصري انا ما عرفش الداخليات اللي بتحصل قبل المتشاط وهنا جايلك اهو الامور واضحة ادي اول نقطة تاني نقطة كابتن زيزو واحد من افضل اللعبة اللي موجودة في مصر وعلى نادي الزمالك انه ياخد خيار ما يبصش للسوشال ميديا عايز يخليه يحترف وياخد رقم كبير جدا يجيب بيه عدد من اللعبة يضيفه للفريق ده فكر كويس برضو عايز يجددله ويوقف كل حاجة يبقى يسرع ويجددله هو بجده ولا عقدي زيو يخلصه ده بس انا انا ما عرفش الحاجة في ينايري حق لتوقيه اه يعني خلاص في ينايري حق لتوقيه جدد بعمل سنين